سعيا منه لرفض جامعة الشارقة بأحدث مخرجات العلوم والتكنولوجيا حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ورئيس جامعة الشارقة في مكتب سموه بجامعة الشارقة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومعهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا الروسية وبموجب المذكرة تتعاون جامعة الشارقة والمعهد الروسي في تطوير المهني وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتتعاون أيضا في تطوير المناهج في مجالات الهندسة والطب بجانب توفير فرص لتبادل وتدريب وتوظيف الطلبة وتأتي المذكرة التي وقعها صاحب السمو حاكم الشارقة عن جامعة الشارقة والسيد أليكسندر كوليشوف رئيس معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا عن المعهد بهدف تعزيز التعاون بين جامعة الشارقة والمعهد الروسي ضمن مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق إطار مؤسسي ويتضمن نطاق التعاون لمذكرة التفاهم تعليم المشترك والبحث العلمي وتدريب الطلبة والمشاريع المشتركة وتبادل صاحب السمو رئيس جامعة الشارقة مع رئيس معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا في نهاية التوقيع تبادلوا الدروع والهدايا التذكارية هذا الكتاب كان